وفي ملف الأمن أصدر القضاء العراقي حكماً بالأعدام بحق مجرم مدام باختيال منتسبين أمنيين بعد إلقاء القبض عليه من قبل أمن الحجد وذكر أعلام الحجد في بيان أن قوة من مديرية الأمن تمكنت من القبض على مجرم قام باختيال منتسبين من قوات الحجد والقوات الأمنية إثر معلومات استخبارية وتنفيذ كمين محكم بالتعاون مع أمن محور صلاح الدين وفيما لم يكشف بيان الحجد عن هوية الإرهابي أوضحان عملية إلقاء القبض على المدان من قبل مديرية الأمن والانضباط تمت من خلال مذكرات قضائية حيث جرى تسليمه إلى الجهات المختصة